موسيقى حيكم من إزاية سودفان بالمشهد الانتخابي ليوم الأربعة 27 نيسان 2022 ونقدم لكم أبرز الأخبار الانتخابية موسيقى أصدر وزير الداخلي والبلدييات القاضي بسام المولوي قرار قضى بتعليق إقامة المباريات الرياضية على الأراضي اللبنانية بفلق بالفترة الممتدة من واحد أيار لغاية 16 أيار موسيقى افتتح رئيس الطيار الوطن الحر جبران باسيل سلسلة لقائت رح تجيها لجنة الإعلام والتواصل المركزي مع مرشحي طيار الوطن الحر الحزبيين وبكلمة عبر الصفحة الرسمية للطيار الوطن الحر أشار إلى ضرورة وعي اللبنانيين لأهمية الاستحقاء الانتخاب المقبل وشدت باسيل على أهمية هيد المحطة الانتخابية من حيث ثبت لما نحاول إلغاء الطيار الوطني سياسيا وتدمير الوطن اقتصاديا وإنهاء الدولة أن الطيار كانوا سيبقى هون لأنه متجزر بهيد الأرض وما في شيء يزعزع رد رئيس حزب الكتيب اللبناني سامي الجميل على كل الاتهامات بأنه المعارضة من قسمه على نفسه وتوجه للبنانيين ولسيما الشباب منهم بالقول إن شاركتم وإن لم تشاركوا فستتحملونا نتائج الانتخابات أقيم ببلدة حراجل بقضاء كسروان لقاء جماهيري حاشد بدعوة من المرشح على لايحة كنا ورح نبقى لكسروان الفتوح الدكتور ربيع موسى صغيب بحضور ومشاركة رئيسة الليحة المرشحة والوزيرة السابقة ندال بستاني وهلأ مع فقرة حسب الانون واليوم رح نحكي عن العقوبات على وسائل الإعلام حسب الانون في حال مخالفة أي وسيلة إعلامية أو إعلانية بحق للهائة اتخاذ ما تراه مناسبا من هالإجراءات إما توجيه تنبيه للوسيلة المخالفة أو الزامة ببس اعتذار أو الزامة بتمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد وإما إحالة الوسيلة المخالفة لمحكمة المطبوعات المختصة بحيث الحالة بحق لمحكمة المطبوعات اتخاذ تدبير من التدبير التالي فرض غرامة مالية بين خمسين ومئة مليون ليرا البنانية وقف الوسيلة عن العمل جزئيا مدة ما بتتعدى ثلاثة أيام بتلاحي النيابة العامة لوسيلة المخالفة أمام محكمة المطبوعات تلقائيا أو بناء على طلب المتضرر ولوسيلة الإعلام المشكو منها أنها تقدم مذكرة للمحكمة بمهلة 24 ساعة من وقت تبليغها وعلى محكمة المطبوعات أنها تصدر قرار بمهلة 24 ساعة وبتقدر النيابة العامة أو المحكومة عليه استقناف القرار أمام محكمة التمييز بمهلة 24 ساعة ومبيوء بوقف الاستقناف تنفيذ القرار أما فيما يخص مؤسسات استطلاعات الرأي ففي حالة مخالفة بحق لهيئة الإشراف على الانتخابات توجيه تنبيه أو إلزامة ببس اعتذار أو تصحيح أو فرض غرامة مالية تتراوح بين 10 مليون و25 مليون وفي حالة مخالفة أثناء الصمت الانتخابة تتضع في الغرامة ولهون منكون وصلنا لنهاية المشهد الانتخابة ليوم الأربعة 27 نيسان 2022 ملتقانا يوم غد بنفس التوقيت دايما عبر سولدفان شكرا لحصن المتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ما هي بالمشاهدة فтtingрах!? kon